خلاصة لما تقدم في الحلقة الماضية وفي هذه الحلقة لأهم مطلب ذكرته فيهما أهم مطلب ذكرته في الحلقتين السابقة وهذه طريقة التحقيق طريقة الاستنباط مراجع حوزة الطوسي في زماننا لا أتحدث عن هذه السنة أو التي قبلها وإنما أتحدث عن أجيال مراجع النجف وكربلاء ممن عاصرناهم ممن لا زالوا على قيد الحياة وممن سبقوهم بجيلين بثلاثة أجيال بشكل عام أتحدث عن مراجع النجف وكربلاء وإن كنت أركز على الأجيال المتأخرة على مراجع القرن العشرين القرن الماضي طريقة التحقيق عندهم تارة يحققون وفقا لطريقة التحقيق عند الشافعي وطريقة التحقيق عند الشافعي جماع ما بين المنهج الأعرابي والمنطق الأورسطي ومر الكلام في ذلك وطارة يعتمدون الطريقة الاستشراقية التي يعمل بها المستشرقون وخصوصا أتحدث عن المستشرقين القدماء يعملون بهذه الطريقة التي يعمل بها مراجع النجف جمع المفردات جمع المعطيات وبعد ذلك تأتي المقارنة والمقايسة هذا بشكل وبنحو إجمالي وقد ضربت لكم مثالا في الحلقة الماضية عن عبد الله بن سبا سأضرب لكم مثالا مهما جدا في هذه الحلقة حديث الكساء اليماني لماذا يرفضه مراجع النجف وكربلا حين أقول أقول لماذا يرفضه مراجع النجف وكربلا إنني أتحدث عن المنهج لا أن تقول لي من أن الحديث يقرأ في فضائياتهم أو من أن الحديث قد يقرأه بعض الخطباء في بيوت المراجع ومجالس المراجع أنا أتحدث عن المنهج عن طريقة التحقيق والسؤال هل أن المراجع في زماننا الآن هل أن المراجع في زماننا يعدون حديث الكساء اليماني وثيقة أساسية مهمة في العقيدة الشيعية إنهم لا يفعلون ذلك ولا يعتقدون بصحة هذا الحديث لماذا لسببين السبب الأول يطبقون عليه منهجية أشافع فسند الحديث مختل ضعيف ويطبقون عليه كذلك منهجية المستشرقين فيعودون إلى الكتب التي ذكر فيها هذا الحديث ويجدون ذكر الحديث ضعيفا في هذه الكتب ومن هنا فهم يطبقون منهجية الشافع ومنهجية المستشرقين ولذا فإنهم لا يعبؤون بحديث الكساء وإذا ما رأيتموهم يعبؤون بحديث الكساء في المجالس العامة إما أن يكون ذلك من جملة برنامج الضحك على ذقون الشيعة أو من أن المرجع في تلك اللحظة قد تجرد من البرنامج العلمي الذي يعتقد به حالة وجدان صادق وفطرة شعية هي التي حركت فيه هذا التوجه هذا يحدث عندهم ما هم شيعة ما هم شيعة هم شيعة لكنهم نقضوا بيعة الغدير هم شيعة لكنهم رفضوا أحاديث أهل البيت هم شيعة لكنهم فسروا القرآن وفقا للمنهج العمري هم شيعة لكنهم يستنبطون الأحكام وفقا لطريقة الشافعي هم شيعة لكنهم يقيمون الحديث وفقا لمنهجية البخاري هم شيعة لكنهم يحققون في الكتب والمصادر وفقا لطريقة المستشرقين أي شيعة هؤلاء لكن بالنتيجة أصولهم تعود إلى الشيعة هذا هو واقع مراجع حوزة النجف وكربل قطعا أنا لا أتحدث عن جميع المراجع فردا فردا ومن أنهم على مستوى واحد من العقيدة ومن التعامل مع حديث الكساء أو مع سائر الأحاديث الأخرى وإنما كل واحد منهم له حصته من البترية والمرجعية والتقصير نذهب إلى فاصل حديث الكساء في كتب مدرسة الخلفاء ومدرسة أهل البيت كتاب لمرتضى العسكري من إصدارات المجمع العلمي الإسلامي في طهران هذا المجمع هو مجمعه مجمع مرتضى العسكري هذا الكتاب حديث الكساء في كتب مدرسة الخلفاء ومدرسة أهل البيت مرتضى العسكري جمع جمع فيه ما جاء مرويا في كتب المخالفين وما جاء مرويا في كتبنا أيضا فيما يرتبط بحديث الكساء لكنه في الوقت نفسه أنكر حديث الكساء اليماني إذن عن أي حديث كساء يتحدث إنه يتحدث عن هذا الحديث وأمثاله هذا صحيح مسلم وطبعة طبعة دار صادر بيروت لبنان إنها الطبعة التي كتب مقدمتها نواف الجراح وهذه الطبعة هي الطبعة الأولى ألفين وأربعة ميلادي صفحة تسعمية وخمسطعش الباب التاسع عنوانه باب فضائل أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم كما هم يكتبون رقم الحديث ستة آلاف وميتين وثمانية وثمانين بسنده عن صفية بنت شيبة قالت قالت عائشة خرج النبي غداة يعني في صبيحة لأحد الأيام خرج النبي غداة وعليه وعليه مرط مرحل وفي بعض النسخ مرجل كساء نوع من الأكسية وعليه مرط مرحل من شعر أسود فجاء الحسن ابن علي فأدخله أدخله تحت ذلك المرط الكساء ثم جاء الحسين فدخل معه ثم جاءت فاطمة فأدخلها ثم جاء علي فأدخله ثم قال إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهير هذا ما جاء مرويا في صحيح مسلم علماء النجف يقبلون هذا الحديث لأنه جاء في كتب المخالف ولا يقبلون حديث الكساء اليماني هذا الذي نحن نعرفه الملحق طباعة بكتاب مفاتيح الجنان عباس القم لم يثبته في كتابه أصحاب المطابع ألحقوه بمفاتيح الجنان وإلا فإن النسخة الأصلية لمفاتيح الجنان التي ألفها عباس القم لم يثبت فيها حديث الكساء اليماني وإنما أصحاب المطابع الإيرانيون هم الذين ألحقوا حديث الكساء اليماني بكتاب مفاتيح الجنان لأن كتاب مفاتيح الجنان أساسا باللغة الفارسية وبعد ذلك ترجم إلى اللغة العربية فعباس القم قد كتبه باللغة الفارسية ولم يكتب باللغة العربية وإنما ترجم بعد ذلك مراجع النجف مراجع حوزة الطوسي حينما يتحدثون عن حديث الكساء فإنهم يقصدون هذا هذا وأمثاله بصيغ أخرى عائشة ما ذكرت المكان المكان معروف في بيت أم سلم فلربما غير تنساء من عائشة ما ذكرت من أن الحادثة قد وقعت في بيت أم سلم ويمكن أن الحادثة قد وقعت أكثر من ذلك النبي كان يفعلها ويقوم بها لأجل أن يكشف الحقيقة للمسلمين كي تصل هذه المعلومات قرأت عليكم الحديثة أعيد قراءته عن عائشة خرج النبي غداة وعليه مرط مرحل من شعر أسود فجاء الحسن بن علي فأدخله أدخله تحت المرط ثم جاء الحسين فدخل معه ثم جاءت فاطمة فأدخلها ثم جاء علي فأدخله ثم قال إنما يريد الله ليذهب عنكم الرس أهل البيت ويطهركم تطهيرا مرتضى العسكري في كتابه هذا جمع النصوص الحديثية الموجودة في كتب المخالف ووضعها ووضعها في هذا الكتاب فهذا الباب الأول حديث الكساء في كتب مدرسة الخلفاء النصوص لا تتجاوز المضمون الذي قرأته عليكم من صحيح مسلم هذه نصوص الحديث في كتب المخالفين مثل ما اصطلح هو عليها في مدرسة الخلفاء ثم عقد بابا عنوانه حديث الكساء في مصادر مدرسة أهل البيت هذه العناوين عنوين سخيفة هذه عنوين تحرف الحقائق وكأن أهل البيت يساوون الخلفاء الخلفاء عندهم مدرسة وأهل البيت عندهم مدرسة وكأن الخلفاء لهم مصادرهم وأهل البيت لهم مصادرهم هذا تحريف وهذا ضلال وهذا كفر ببيعة الغدير وهذا النهج نهج كافر بحسب الآية السابعة والستين بعد البسملة من سورة المائدة هذا ضلال وكفر صريح بتمام معنى الكلمة بحسب تلك الآية لا بحسب أنا أنا لا قيمة لي أنا لا أكفر أحدا القرآن هو الذي يكفر لست أنا حديث الكساء في مصادر مدرسة أهل البيت نقل من كتب حديث الشيعة ما جاء من الأحاديث بنفس مضمون ما جاء في صحيح مسلم وما جاء في كتب المخالفين الأخرى أما حديث الكساء اليماني الذي تعرفونه لم يورده أورد أحاديث المخالفين فهل أحاديث المخالفين صحيحة صحيحة إذا كانت صحيحة بحسب أي ميزة بموازين علم الرجال أم بموازين العرض على الكتاب بأي ميزة مثل ما ذكرت أحاديث المخالفين لماذا لم تذكر حديث الزهراء حتى لو كان ضعيفا بنظرك لم يذكره لم يذكره وكأنه ألف هذا الكتاب لأجل أن يقول من أن حديث الكساء هو هذا فقط الذي في كتب المخالفين أما ما جاء مرويا عن الزهراء فهذا ما هو بصحيح هكذا قال في آخر الكتاب حديث الكساء في رواية أخرى اتفقت الروايات السابقة في كتب الفريقين على أن آية التطهير نزلت على رسول الله في بيت أم سلم وقد أجلس حوله أهل بيته وجلل نفسه وإياهم بالكساء وعارضت تلك من الروايات رواية واحدة غير معروفة السند هو يتحدث عن حديث الكساء اليماني الذي تعرفونه والذي هو ملحق طباعة بكتاب مفاتيح الجنان وعارضت تلك من الروايات رواية واحدة غير معروفة السند تذكر أن القصة وقعت في دار الزهراء بكيفية أخرى هذه الكيفية التي تؤذي مرتضاء العسكري ما قاله الله من أنه ما خلق سماء مبنية إلى آخر ما قال هذا الذي يؤذي مرتضاء العسكري ويؤذي محمد حسين فضل الله ويؤذي محمد باقر الصدر ويؤذي الخوئي ويؤذي السيستان ولذلك فإن الحديث عند هؤلاء ضعيف لا قيمة له وعارضت تلك الروايات رواية واحدة غير معروفة السند تذكر أن القصة وقعت في دار الزهراء بكيفية أخرى غير أن هذه غير أن هذه الرواية الواحدة لا تناهض تلك الروايات الكثيرة سندا ومتنا ولم نر حاجة للتعرض لذكرها ومناقشتها وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين ما ترك رواية بخصوص حديث الكساء في كتب المخالفين إلا وجاء بها لماذا ما ذكرت الرواية مثلما ذكرت روايات المخالفين من أقول أكو دودة ودودة شبيرة وتنبش بيهم هاي الدودة ما تقبلون عليها هذا شت فسرونة تعالوا فسروا لي هذا الموقف نقل كل الروايات الموجودة في كتب المخالفين ورجع إلى كتب الشيعة فنقل الأحاديث التي جاءت في كتب الشيعة بنفس مضمون أحاديث المخالفين وجاء إلى رواية الزارة وأعرض عنها وضعفها وأنكرها هذا شت قلول له هذا هو اللي خوئيكم شي يقول عنه في الجزء الحادي عشى من معجم رجال الحديث لما تحدث عن عبد الله بن سبا وقد أغنان العلامة الجليل والباحث المحقق السيد مرتضى العسكري فيما قدم من دراسات عميقة دقيقة هذه الدراسات العميقة الدقيقة من يحصل يم الزهر يبنشر وكل هم هش كليس هوا تدرون لي لأن المنهج الذي يستعملونه هو بالأساس منهج معادي للزهر هو بالأساس منهج معادي للزهر ولذلك هذه النتيجة تكون نتيجة طبيعية هذا هو الذي تحدثت عنه في الحلقة الماضية وفي هذه الحلقة من أن مراجع النجاة هذا الذي يسمونه تحقيقا عندهم يتبعون منهجية الشافعي ومنهجية المستشرخي تارة يتبعون هذه وتارة يتبعون الثانية وفي بعض الأحيان يجمعون بين المنهجيتين مثل ما يفعلون مع حديث الكساء اليماني فإنهم يطبقون المنهجيتين على حديث الكساء اليماني ويرفضونه لذا حينما يشاركون في المجالس يضحكون على ذقه الشيعة يضحكون على ذقه الشيعة وإلا موقف المرجعية هو هذا هذا موقف علماء الشيعة نذهب إلى فاصل ليس في حلقة يوم أمس وإنما في الحلقة التي قبلها أقول للذين تابعوا تلك الحلقة رسالة من النجف صاحب الرسالة كان يقول لي من أن مراجع الشيعة أدخلوا أدخلوا ملايين من السنة وحولوهم من مذاهبهم إلى المذهب الحق بحسب تعبيره هو وأنا قلت له إنه انتقال من مذهب سني إلى مذهب سني آخر سام البدري سني صار شيعيا بسبب مرتضاء العسكري مرتضاء العسكري هو الذي حول سام البدري من التسن إلى التشيع رجاء اعرضوا لنا حديثا لسام البدري يتحدث فيه عن عقيدته ببيعة الغدير قطعا بعد أن صار شيعيا وصار معمما يتحدث عن بيعة الغدير وينقل أيضا عقيدة أستاذه الذي شيعه مرتضاء العسكري لأنه كانت وصية سياسية من قبل النبي إلى علي بعده لا الوصية ليست السياسية كما أنه لا أعرف أنه هذا يكون قبيح صحب الله رسول الله أن يكون هو مثلا من يغادر حتى يوم واحد يترك المدينة لا يترك بجون والي أو بجون خليفة فكيف هو إذا يترك الأمة في ظرف حياته كحاكم طبعا يترك المدينة يعين شخص حتى حاكم أما إذا يريد يموت الأمة ما ملكت نفسها كحاكم أبدي العقد النبي من صلى الله عليه والله من يتزوج إمرأة المعصوم من يتزوج إمرأة فقط أكو استثناء أن النبي من يتزوج إمرأة ما يصير من بعد أن تتزوج هذا استثناء أما بقيت المعصومين معصوم يتزوج إمرأة من بعد يمكن تزوج إنسان آخر فالأمة حينما بايعت النبي على أن ينفذ فيها القانون الإلهي ما قلت لأيضا أنت لك حق تملكنا وتملك أجيالنا إلى آخر الدنيا والملك وراثي لو كان الأمر كذلك للي تفضل تبيه صحيح أنا النبي صلى الله عليه وآله ينصه يقول بما أنكم باعتموني على أن أنا الملك أملك أمركم كتصرف كتنفيذ للقانون أنا أموت فمن بعدي ابني أو ابن عمي ليس الأمر كتنالي الأمر للأمة العقد أن الحكم عقد بين الأمة وبين الشخص نبيا كان أو وصيا نبيا بمجرد أن يموت النبي أو يعجز غيره يعني النبي والإمام والمعصوم لا يعجز لا نفترض فيه العجز وإنما غير المعصوم إنسان متوفر بالشروب لكن بالأثناء نسية بالأثناء عجزة بالأثناء إنحراف الحقي ينتهي ويرجع الأمر إله فالأمة هي سيدنا بالأثناء بالنسبة الموضوع البيعة الذي يكف أنه عقد وفاة رسول صلى الله عليه وسلم امتهى العقد بين الأمة وبيعة رسول بالبيعة فبيعة الحديدة يطالب أن كن جديد وأن أعتقد أنه نفس موضوع الغدير هو بيعة صادقة وعاقد موجود بين الأمة وبين الإمام عليه السلام بما يخص البيعة ويعط على وفاة رسول الله فإذا البيعة كانت موجودة للعقد موجود للأمة ولينا هذه بيعة لم تكن بيعة حكم لأنه الحاكم بأثناء الأمة ما دام الحاكم موجود السلطة اللي كانت تملكها قمطتها للحاكم فما عند هالشي تقدر تبايع به مع آقب طبعا ينفسخ العقد بينه وبين الحاكم بالموت فيرجع الأمر إلها هذا الأمر مرة أخرى فعقد لذلك مثلا الإمام عليه السلام يقول أنتم سعداء الآن لأن أمركم رجع إليكم بعد قتل عثمان أمركم الآن بيتكم وانتم الآن بايعت السيد العسكري تستطيعون أنه الحكم هو رأيه وكذا أعرفه طبعا هذا يعني لا أدعي أنني منفرق بهذا الرأي ولا أدعي أنني أول من ابتكرت هذا الرأي وأنما أول من طرحه مرتضى العسكري في أحاديثه وفي دراساته وأنما أنا بحمد الله من خلال دراشة المفصلة للسيرة أضفت أدلة عليه وطرحته بهذه النظرية المفصلة ما طرحه في كتبه لأنه على كل حال يخشى من الآراء الجديدة فأنتم يمكن أن تسعد هل كانت الوصية من النبي لعلي من أجل أن يكون حاكما أو من أجل أن يكون حافظا للسنة ومبلغا لها وها لواحد يا أخي أدري المؤلف من يكتب كتاب أحيانا يكون هو التعبير مو يعدل يكون هو التعبير في مولد وفي مولد آخر يصح له التعبير ولذلك إذا تريد الرأي النهائي للمؤلف تاخذ من المؤلف في الحقيقة يعني مو تاخذ من الكتاب لو كانت النظرية بهذا الوضوح للسيد العسكري من اليوم الأول كان بنى كتاب عليها وإنما عند هذا الوضوح ولكن موارد نجح في التعبير وفي الصياغة الرؤية تواضحة رؤية من تسألة وتحاورة يقول لك فصل ماكو يعني من أجل هؤلاء من أجل تبليغ رجل طرح نظريته في أن الأنبياء والأعمة من أجل التبليغ تبليغ الإسلام وتبليغ السنة منذ حياته مبكرة هو يطرح هذا غير بل وإنما التعبير أو الصياغة للبحث أحيانا إنسان ينجح في مورد مين وإلا الرجل نظريته في موضوع الفصل وأن الهدف من الوصية وأن هذه النصوص لتؤكد المعنى الأول وأن الإمام إذا أريد له أن يكون حاكم أو النبي لابد له من البيعة هذا رأي خلاصة كلامه أن بيعة الغدير ليست للإمامة وليست للحكومة وليست للخلافة وإنما بيعة الغدير النبي أراد من المسلمين أن يتعلموا الدين من أمير المؤمنين إذا أراد الإمام أن يكون حاكما أن يكون خليفة فلابد أن الأمة هي التي تختاره وتبايعه هذا هو هراء الأحزاب الشيعية القطبية ما هم هؤلاء قطبيون هذه العقائد هي عقائد سامي البدري عرفتم الآن السر في العلاقة الوثيقة بين سامي البدري والسيستاني السيستاني يموت على ذول اللي يحجون هذا الحج يموت تعاليهم يدورهم دوارا من هنا نشأت العلاقة الوثيقة بين السيستاني وسامي البدري السيستاني يدور على ذول دوارا يشتريهم مشترة هذا هو واقع علماء النجف وواقع علماء الشيعة عندي العديد من المطالب وأرى الوقت يجري سريعا لكنني أقول لكم ليس غريبا بعد هذا أن يصدر مرتضى العسكر هذا الكتاب عنوانه كتاب منتخب الأدعية وهذا الكتاب أصدره المجمع العلمي الإسلامي بأمر وإشراف من مرتضى العسكر نفسه حينما صدر هذا الكتاب وكنا في إيران أنا اتصلت بمكتب مرتضى العسكر كي أتأكد من أن الكتاب بإشراف مرتضى العسكر هو قدم له مقدمة هو صادر عن المجمع العلمي الإسلامي هذا مجمعه والمقدمة التي قدمها للكتاب هو مرتضى العسكري سألتهم قالوا هذا الكتاب بأمر مرتضى العسكري كتاب منتخب الأدعية إذا ما ذهبتم إلى الفهرست إلى فهرست الموضوعات الزيارات للمعصومين تبدأ من النبي وتنتهي عند الإمام الحسن العسكري وليس هناك من زيارة أصلا للإمام الحجة صلوات الله عليه وأنا سألتهم قلت ربما نسي مرتضى العسكري زيارات الإمام الحجة قالوا لا لأنه لا يعتقد بصحتها هل هو لا يعتقد بصحتها أم أنه لا يعتقد بوجوده أنا لا أدري لم يثبت أي زيارة من الزيارات مع أنه قال في المقدمة من أن الزيارات التي أثبتت أثبتت وفقا لقاعدة التسامح في أدلة السنن هكذا قال قال في المقدمة وإنما تمسكت تمسكت اللجنة التي هي تابعة للمجمع العلمي الإسلامي تمسكت في ذلك بالتسامح في أدلة السنن مرتضى العسكري 19 رجل 1403 هجر قمري هذا الكلام في بدايات الثمانينات فإذا كان البناء على هذه القاعدة على قاعدة التسامح في أدلة السنن فلماذا لم يثبت مرتضى العسكري زيارات الإمام الحج فإنها ستثبت وفقا لهذه القاعدة الباطلة القاعدة الشيطانية الباطلة ولكنهم يعملون بها هو لم يثبت زيارات الإمام الحج فإنها ستثبت وفقا لهذه القاعدة الباطلة القاعدة الشيطانية الباطلة ولكنهم يعملون بها هو لم يثبت زيارة واحدة للإمام الحج بل استهزأ بطقوس زيارته فيما كتب استهزأ بما جاء في طقوس زيارته وفندها وسخفها في مقدمة الكتاب لا أدري هل يعتقد بوجود الإمام هل لا يعتقد لا أدري لماذا لم يثبت زيارة للإمام الحج وأثبت الزيارات للمعصومين من النبي إلى الإمام الحسن العسكري وبعد ذلك ألحق تلك الزيارات بالزيارة الجامعة لماذا هذه الإساءة إلى إمام زماننا لماذا هذه الإساءة إلى الزهراء وإلى حديث الكساء اليماني لماذا هذه الإساءة إلى بيعة الغدير لماذا التأليف الطويل في عبد الله بن سبع على أنه شخصية وهمية والأئمة يقولون من أنه شخصية حقيقية لماذا ولماذا 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 يتبع الخوء مرسل مرتضى العسكري مثل ما قرأت عليكم من كتابه الرجال رجاء اعرضوا لنا وثيقة الكذبة البيضاء حيث يحدثنا يحدثنا طالب الرفاعي من أنهم خططوا لهذه الكذبة من الذين خططوا لهذه الكذبة هو لم يذكر ذلك في التلفزيون وإنما ذكر هذا في كتابه الأمالي هذا هو كتاب أمالي السيد طالب الرفاعي لرشيد الخيون إنها الأمالي التي أملاها طالب الرفاعي على رشيد الخيون وهذه الطبعة الثالثة إنها طبعة دار مدارك للنشر 2013 ميلادي صفحة 115 طالب الرفاعي يقول فكرنا بالسعي إلى السيد محسن الحكيم كمرجع أعلى للشيعة يتدخل لدى جمال عبد الناصر لإلغاء حكم الإعدام كنا نفكر في الأمر أنا والسيد محمد باقر الصدر والسيد مهد الحكيم والسيد مرتضى العسكري وصار الاتفاق بين هؤلاء بين مهد الحكيم باقر الصدر ومرتضى العسكري هؤلاء اتفقوا وصار الاتفاق أن طالب الرفاعي يذهب إلى السيد الحكيم ويحاول استحصال برقية إلى عبد الناصر بطريقة الكذبة البيضاء حضرتكم لكم علاقة جيدة مع الإخوان المسلمين لدرجة أنكم حاولتم أن تتوسطون لسيد قطب رحمه الله من اغتياله فوسط السيد الحكيم ليكتب إلى جمال عبد الناصر رسالة أنا نفسي راحة للسيد أنا خاطبت السيد بنفسي لماذا ما هي القصة نحن نحن رفقاء طريق مع الأخوان المسلمين في حزب الدعوة سبقونا في الدعوة أنتم في حزب الدعوة نحن نحتبر نفسنا رفقاء طريق مع حزب التحرير مع الأخوان المسلمين استفدتم من أنظمتهم من تنظيمهم بلا شك أسبق من عندنا أسبق من عندنا وكانوا يعطونكم مثلا تنظيماتهم ويتعول معكم كنا نلتقي كنا نلتقي يعني أنا قبل بداية حزب الدعوة لما تشكل إجي عندي إلى غرفتي في مدرسة القوام رعيل من المسلمين منهم من حزب التحرير ومنهم من الأخوان ونحن أيضا نلتقينا معهم أنا والسيد سيد مهدي الله يرحمه والسيد محمد باقر الحكيم رحمة الله سيد مهدي الحكيم سيد مهدي الحكيم وأنا والسيد ارتقينا بهم وأخبرناهم وباركوننا وكانوا على علم مما نعمل يعني ولذلك لما قرر جمال عبد الناصر أن يقيم أن اغتال سيد قطب أردتم أنتم أن توقفوا هذا الحكم فرحت لسيد الحكيم سيد أقدر أقول لك ليلة إذاعة البيان في الحكم بإعدام سيد قطب أقدر أقول لك ما نمنا تلك الليلة وين كنت ذاك الوقت كنا موجودين كل واحد في مكانه أنا ذكر أن سيد مرتض العسكري إلي قال لي قال سيد طالب أنا البارحة ما نمت بعد أن سمعت هذا هذا الحكم لم تنفع وساطة السيد الحكيم عند عبد الناصر فبقينا ما عدنا ما عدنا غير أن السيد الحكيم هو الرمز الإسلامي الموجود بين أيدينا فجاء أني سيد مهدي ابنه حدثني قال لي قررنا أنه السيد يبرق برقية جمال عبد الناصر والسيد له كلمة مسموعة ومكانة محترمة عبد الناصر بسبب موقفه من عبد الكريم قاسم يعني هذا وقبل ذلك السيد أقدم من عبد الكريم قاسم مكانته نعم قلت له شون اللي قررت أنا ما كنت معهم في تلك الليلة لما قرر قال تقرر أن السيد يبعث برقية استرحام بالنسبة إلى السيد قطب بتخفيف الحكم أو البراءة أيهما يحصل فتح قلت له العامر في الكوفة فسح لي المجال اتقيت به شخصيا وحدثت بهذا الموضوع حتثت في هذا الموضوع وقلت له سيدنا أنت أبو الأمة الإسلامية وهذا شخص من رموز الإسلام وأنت يعني تتحمل مسؤولية إذا لم تفعل شيء بالنسبة لهذا الرجل وهذا وراء تيار إسلامي كبير يعد بالملايين قلت له قال لي ماذا أفعل قلت برقية ترسل قال هل أنت ترى هكذا قلت له مو أنا الواقع يرى هكذا مو أنا مكانتك ترى هكذا قال زين ركمنا بالسيارة لما ركمنا بالسيارة كان سيد من العلماء أيضا سيد محمد جمال هاشمي فكنت أنا جالس عن يسار السيد هو جالس عن يمين والسيد بالوسط بالسيارة مالته فسمى حديث معاه فاتجه إلي بكلمة يعني شديدة سيد طالب تريد السيد أن يتوسط بهذا الذي يقول علي بن أبي طالب يشرب الخامر اللي هو سيد قطب رح يسقط كل ما عندي موجود سيد قطب ذاكرا يعني قبل قبل التحريم يعني عمر كان يشرب يكرع كرع بالخمر مو يشرب هو صاحب كلمة انتهينا انتهينا فهل أنتم منتهون يعني ما عادي من الواحد يشرب ما يشرب بيبسي يشرب شاي مباحة يعني خمر كان داخل تحت الإباحة لم يصدر فيه تحريم أنا ذاك أنا ذاك فأنا أسقط ما في يدي شا سوي السيد رح يمتنع إذا سماع بهذه القصة قلت له سيدنا انت متأكد يعني هنا عملت خباثة قلت له سيدنا انت متأكد هو سيد قطب ولا أخوه محمد قطب مقطب اثنيا وكلهما إسلامي قال ها ما أدري قلت له أنا أدري أنه محمد وليس سيد أي كذبة بيضاء فسكت فكتب برقية السيد فالسيد قال لي بعث أنا انتهى دوري أخبرت سيد مهدي قلت له أنا السيد هيأتي لأن يبعث البرقية فأنت اتصل به إه فراح لسيد مهدي قال لروح السيد محمد تقي الحكيم خلي يكتب البرقية وأنا أوقحها سيد محمد تقي الحكيم أديب وعالم ومفكر رجل يعني مواصفات كبيرة وعظيمة عنده وأستاذنا هو أستاذي وأستاذ سيد مهدي أستاذنا يعني نعم ربان تربية يعني سيد محمد تقي الحكيم هو الذي كان يقول سيد طالب اقرأ كل شيء لتكون شيئا السلام ما يتوقف أقول له ما تخاف علي أروح منها منها قال لا الآن ما ينخاف عليك فكتب الرسالة وبعثة كتب فرح سيد مهدي بأمر والده كتب سيد محمد تقي الحكيم البرخية وأخذ سيد مهدي أبرق أنا دوري تهيئة السيد فقط هو دوره تهيئة السيد فقط يعني يلعب عليه يضحك عليه يضحك على السيد ما هو واحد حك على الثاني في ليلة إصدار الحكم ينقل عن مرتضاء العسكري من أنه ما نام تلك الليلة لما أعدم سيد قط محمد باقر الصدر أغمي عليه هذه القضية معروفة أغمي عليه أغمي عليه حزنا على سيد قط لو سألتموني عن أقدر ناصبي في التأريخ فإنني لا أتعدى سيد قط سيد قط هو أقدر ناصبي في التأريخ وهؤلاء هكذا يتعاملون معه وهم يضحك بعضهم على البعض الآخر مثل ما هو يضحك على محسن الحكيم هو ما نقل الحقيقة كاملة حينما قال من أن مهد الحكيم قال له أنا لا أستطيع أن أكلم والدي في المذكرات بيّن الحقيقة لماذا لصراع فيما بين مهد الحكيم وأخيه محمد رضا محمد رضا كان بعثيا كان قوميا الذي الذي كان يرافق أباه دائما ومهد الحكيم كان أخوانيا قطبيا فهنا فهناك خلاف فيما بين هذا الاتجاه القوم البعثي وهذا الاتجاه القطب الأخواني داخل أسرة محسن الحكيم هذا الكلام بيّنه في في طوايا كلامه وفي تفاصيل حديثه في الأمال وبغض النظر حتى لو لم يكن قد بيّنه فهذه القضية نحن نعرفها والمطلعون على تفاصيل الوقاء يعرفون هذه القضية يعرفون اتجاه مهد الحكيم ومحمد باقر الحكيم ويعرفون اتجاه محمد رضا الحكيم هذا هو واقع النجاف واقع مراجع النجاف ومن هنا يخرج الدين إلينا من هذه القمامة ومن هذه القذارة وبعد ذلك تلومونني حينما أقول ما أقول أنتم ماذا تقولون بعد كل هذا وقت الحلقة صار طويلا كان في نية أن أحدثكم أكثر عن حديث الكساب نلتقي غدا نلتقي غدا إن شاء الله تعالى أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله في أمان الله ترجمة نانسي قنقر